في إطار الاستعدادات التي تتخذها الجامعة الافتراضية السورية لافتتاح مركز التعلم مدى الحياة أقامت الجامعة فعالية بعنوان يوم إعلامي في فضاء التعلم مدى الحياة البرنامج يتضمن عدة مساقات تدريبية إلى علاقة بالمعلوماتية بشبكات، اتصالات، إعلام تدوين رقمي سياحة، ممكن يكون في عنا بشؤون قانونية، شؤون تربوية، باللغات أي مجال أو دورات تدريبية هي بتهم كل الأفراد طبعاً ضمن كل مساق هيكون في عنا مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة يلي هي بتناسب وبتلائم كل الراغبين بالتدريب في عندنا سكشن كامل هو التعلم مدى الحياة فالمركز يدخل بهذا السياح طبعاً بتوجه لفئتين إذا فينا نقول أول شيء تغطية الشق اللي مو أكاديمي يعني أنت عندك خريج جديد، نيون جراجويت فبيهمك أنه تغطيه بشيء إلو علاقة بالتعليم، بالتدريب عفواً يعني إن كان بيغطي المجالات تبعنا اللي هي الأعلام، الأي تي المجالات اللي معروفة الشغل الثاني هي بيستهدف للأشخاص اللي صاروا خلينا نقول منهم أبتو ديت يعني أشخاص عم يشتغلوا لهم زمان بدهم يرجعوا يساووا ريفريش للمعلومات تبعهم فالمركز هو بيغطى هذا الاسبكت يعني أو هذا الجانب من التعليم فكرة المشروع هي ملأ أو ردم الفراغ اللي صار بين بالمجتمع نتيجة الحرب واللي صار فيها فأد كتير للكوادر اللي يسبب مشكلة للشركات ببحث عن الكوادر اللي المؤهلة وبنفس الوقت أنه نحن فيه كتير أشخاص هنا بحاجة لفرص عمل كتيرة نحن قادرين أنه نعمل هاي الدورات التدريبية لنقدر نشبك بين شو حاجة السوق وشو حاجة الأفراد من فرص عمل طبعا لجأنا لكافة أنواع التدريب لنقدر نوصل لأكبر شريحة فرح يكون عنا التدريب التقليدي اللي هو الفيس توفيس ورح يكون في عنا المدمج اللي هو فيه أونلاين فيه فيس توفيس وفيه التدريب اللي هو عن بعد الأونلاين بالكامل تضمنت الفعالية جولة استطلاعية على مفاصل مركز التعلم مدى الحياة والقاعات والمخابر ونماذج العمل المتعددة في هذا المجال إضافة إلى لقاءات مع مدراء المسافات التدريبية في الاختصاصات المتعددة التي اعتمدتها الجامعة الشيء الحديث لحياة هون هو وسائل التدريب الحديثي طريقة التدريب الإلكتروني التدريب عن بعد اكتساب هذه المهارة بهذه الأساليب الحديثة والمتطورة والتقنيات حديثة وتجهيزات حديثة هذا ما يميز هذا البرنامج وهذا المركز طبعا الغاية التوسع الغاية تطوير هذه الأساليب الغاية رفض سوق العمل بكفاءات ومهارات مدربة لرفع جودة الخدمات في القطاع السياحي نحن قمنا بتجهيز منصة تعليم إلكتروني هذه المنصة كانت إلى حالة خاصة عن المنصات الموجودة بسوريا بشكل عام من أي ناحية يمكننا أن نقول لكل مركز تدريبي إلو قوانينه إلو ظروفه خلينا نقول إلو مثلا بيئة وخصوصية معينة من هون فينا نقول إنه نحن مثلا بالنسبة للمنصة اللي عملناها كانت مناسبة لهذا لهذه البيئة ولهذه الظروف الموجودة ضمن هذا المركز تعليم الإفتراضي اليوم أصبح ضرورة وحاجة نتيجة الكورونا نحن كشركة شغلنا مع الجامعة الإفتراضية هو إن نفتح مراكز بالتعاون مع الجامعة الإفتراضية للتعلم المستمر لأهمية التعلم المستمر في المستقبل في عمليات بناء سوريا خاصة أن التدريب هو حاجة وضرورة لإدخال الإمكانيات إلى آخر ما توصلت العلوم في العالم خاصة هناك اختصاصات جديدة هذه الاختصاصات الجديدة بحاجة الجامعات لوقت حتى توكبها فهذه المراكز نحن عمل جهازها ضمن مواصفات عالية جدا ضمن ستاندر الدولي العالمي مواصفات عالية جدا نبدأ من خلال إدارة أو تجهيز هذه المراكز وإدارة هذه المراكز مع الجامعة الإفتراضية وإنشاء مراكز أيضا في المحافظات لاحقا سنويا في كل سنة في محافظة يهدف المركز لتأهيل أصحاب الخبرات والمعارف لاستيعاب متطلبات سوق العمل وسقل قدراتهم المهنية وتلبية الاحتياجات العملية المعلنة والمحتملة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية اشتركوا في القناة